هسا عدنا درس قراءة مخططاً بالصور اريد اقرأ المخطط بالصور باع صاحب محل عدد من الالعاب شن الالعاب؟ الباص والطائرة والدوب نعنى بالمخطط راسم لي الطائرة اللي عدد والدوائر تمثل العدد اللي كم طائرة باع والباص والدوب ما عدد الباص؟ اجي احسب بالمخطط ما عدد الباص؟ واحد اثنان ثلاثة إذن كم؟ باص باع ثلاثة ما عدد الدوب؟ واحد اثنان ثلاثة ثلاثة ما اللعبة الأكثر مبيعاً؟ لعبة الطائرة أما الباص أما الدوب الطائرة يشقد 1 2 3 4 والباص 1 2 3 والدب 1 2 3 إذن الأكثر مبيعا منه الطائرة لن أربعة بايع من الطائرة أولاً اشترت شيماء أشرطة ملونة لتزيين الصف أرادت أن تعدوا هذه الأشرطة فمثلتها في مخطط هنا بالمخطط الشريط الأصفر كم شريط اشترت؟ 1 2 هنا بالمخطط رسمة الشريط الأزرق كم شريط؟ 1 2 3 4 5 ما عدد الشريط الأصفر؟ 1 2 قرأت المخطط كم؟ 1 1 2 اكتب هنا 2 ما عدد الشريط الأزرق؟ 1 2 1 2 3 4 5 5 عدد الشريط الأزرق أي الأشرطة عددها أكثر؟ الشريط الأصفر العدده 2 أم الشريط الأزرق العدده 5؟ منه الأكثر؟ 2 أم 5؟ 5 إذن الشريط الأزرق هو عدده أكثر؟ في المخطط الثاني في المخطط عدد من الألعاب التي يفضلها الأطفال الدائرة تمثل طفل واحد يعني كل دائرة تمثلنا طفل واحد بالمخطط عندي الزحليقانة والموازنة لعبة الموازنة ولعبة المرجوحة كم طفل يفضل الزحليقانة؟ كم طفل بالمخطط؟ أجي أقرأ 1 2 3 4 إذن أكتب هنا أربعة كم طفل يفضل الموازنة؟ 1 2 3 ثلاثة يفضلون الموازنة كم طفل يفضل المرجوحة؟ 1 2 3 4 5 إذن خمسة من الأطفال يفضلون المرجوحة